مرحبا اليوم سوف نتحدث لكم عن علاج الاكتولوز او شراب توفيلاك المعروف بالصيدريات داوفيلاك اللي هو شركة الهولنديه هذا لدينا انتاج عراقي اللي هي شركة واد الرافدين كما ترون شباب الشراب هو الاكتولوز ما هو استخدام؟ استخدام هذا الشراب هو ملين ملين يعني اذا واحد يدام ساك او بطنه ما تطلع يقدر يستخدم هذا الشراب فعال وممتاز ماذا يشتغل هذا الشراب؟ هذا الشراب يسحب السواء للأمعاء فرح يصير البراز دين ويطلع طبعا تأثيره يبدي من 24 إلى 48 ساعة يعني متأخذ الشراب والله تقول ما يشتغل لا يعني لازم يوم كامل يبين عندك الشراب يشتغل له بالنسبة الاستخدام الثاء يعني عندهم سكر ما يصير يستخدمونه إلا بصفة الطبيب اثناء الحمل إلا بصفة الطبيب يعني الطبيب الأخصاح هو يعرف مثل هذا المريض المستحق يأخذ العلاج أو لا بالنسبة لي عنده منسداد بالأمعاء أو عنده ارتفاع بالسكر يعني مشاكل بالسكر أو مسوي حمية أو عنده حساسية لهذا العلاج لا يستخدم جرعته طبعا هي يستخدم مية عمر بس يعني بالنسبة للحديث الولادة إلا الطبيب الأخصائي يصر منظر ما يشفون عندنا عمر سنة إلى عفو من شهر إلى 11 شهر 2.5 سيسي أو 2.5 مول وهاي يجرع قدامكم مثل عندك الأطفال من 5 إلى 17 سنة 5 إلى 20 مول مرتين بليون طبعا كيف كلمة ما تريد تأخذها عادي ماكو مشكلين مو الاوي الأكل همينا هذا العلاج يستخدم مو بس الكلاملين يستخدم فيه الاعتلال الدماغي أو يعدم مشاكل بالكبد أو بالدماغ طبعا هذا العلاج مثل ما قلنا استخدامه أثناء الحمل بوصفة الطبيب أكو شغلات يعني لازم ننبهها مرات يسروي الشراب من تاخذه يصير عندك يعني شون لعبان نفس أو بثيان أو انتفاخ يعني بسيط إذا عندك مشكلة قوية الأفضل توقف علاج وتستشير الطبيب طبعا هذا العلاج ما يستخدمه مثل ما قلنا عندهم سكر عندهم انسداد معوي اللي عندهم حساسية اللي عندهم سكر اللي عندهم يعني هو حمية فالأفضل ما يستخدم هذا العلاج وإذا عندهم انتفاخ أو تقيع أو ألم بالبطن قوي ما يستخدم هذا العلاج وطبعا هذا العلاج مثل ما قلنا يعني استخدام الفترات الطويل الأفضل من مريضة سوى التحاليل العناصر المعدنية اللي هي بوتاسيوم صوديوم كاليسيوم ثاني كين راح بطنة إذا يعني تعرفون هذا المحلول يسحب السوائل بالجسم فيكيد راح يسوعدك نقص بالأملاح فإذا استفاديتم من الفيديو تابعونا وسيونا لك المقطع وشاركوا فيها ما لله ترجمة نانسي قنقر